ترامب مرشحة رسمية للحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية سوريا تطالب مجلس الأمن بإدانة المجزر التي ارتكبتها الطائرات الفرنسية بحق المدنيين في قرية توخان الكبرى شمال حلب واشنطن تدعو إلى التعامل مع قضية غولين وفقا للقانون والأخير يحثوا على رفض تسليمه عقب هجوم نيسا البرلمان الفرنسي يمدد حالة طوارئ في البلاد ستة أشهر أهلا بكم فاز دونالد ترامب بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي سترجى في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني وأعلن نجل ترامب أثناء اقتراع في المؤتمر القومي للحزب الجمهوري حصول والده على تأييد 1237 مندوبا هو العدد اللازم لكي يصبح المرشح الرسمي للحزب وليواجه المرشح الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة ترامب قال إنه حقق نتيجة تاريخية قبل أكثر من عام ترشحت إلى الرئاسة بتصويتكم اليوم هذه المرحلة العملية نحو الرئاسة اقتربت مع بعضنا حققنا نتيجة تاريخية كأعلى مجموع تصويت في تاريخ الحزب الجمهوري أنا فخور جدا لأكون مرشحا لرئاسة الولايات المتحدة أتطلع إلى التبادل الأفكار معكم في كيفية بناء مستقبل أكثر إشراقا وأكثر أملا لجميع الأميركيين طالبت الخرجية السورية المجتمع الدولي بإدانة المجزر التي ارتكبتها الطائرات الفرنسية بحق المدنيين في منبج شمال البلاد وأشارت إلى أن الغارات الفرنسية أدت لاستشهاد 120 مواطنا سوريا مرسلنا أفاد بأن غارات فرنسية استدفت مناطق سكنية في قرية التخار شمال المدينة وأدى القصف إلى إبادة عائلات بأكملها فيما لا يزال كثيرون تحت الأنقاط انتشر شريط المصور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يثير مسلحين يذبحون طفلا في منطقة حلب بعدما تهموه بالقتال إلى جانب الجيش السوري نشطاء تهم حركة نور الدين الزنكي بارتكاب هذا العمل غير أن الحركة أشارت إلى أنه خطأ فردي لا يمثلها ظهر في شريط مقاتل يقطع رأس الطفل بسكين على ظهر شاحنة المرصد سوري المعارض قال أن الحادثة حصلت في حي المشهد الواقع تحت سيطرة الجماعة المسلحة بحلب أكد نائب وزير الخرجية سوري فيصل المقداد أن الأوضاع تسير على نحو إيجابي ولسيما بعدما فرض الجيش السوري توقع على حلب تصريح المقداد جاء عقب لقائه في دمشق رئيس قسم المساعدات في الوكالة السويسرية للتنمية وتعاون منويل بسلر الوكالة كانت قد قدمت للهلال الأحمر السوري 12 سيارة إسعاف بينها 7 لحلب وارفها والباقي للمحافظات الأخرى سويسرا تعي جيداً الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب السوري وأنا سأعمل لتبقى سويسرا إلى جانب السوريين لتخطي هذه الصعوبات لدينا برنامج إنساني نريد زيادة فعاليته وهذا يتطلب تعاوناً جيداً مع الحكومة ناقشنا بشكل أساسي مسألة الوصول الإنساني والتسهيلات التي تقدمها حكومة الجمهورية العربية السورية وكذلك المساعدات التي يمكن لسويسرا أن تقدمها لشعبنا للخروج من هذه الأزمة كما تناقشنا في قضايا ذات اهتمام مشترك أعتقد أن الأوضاع في سوريا تسير بشكل إيجابي خاصة أن قوات الجيش العربي السوري تمكنت من إحكام الطوق على حلب وهذا يعني النهاية القريبة للمجموعات الإرهابية المسلحة وفي هذه الحالة سيتمكن كل ما يسمى بالمجتمع الدولي من إيصال المساعدات الإنسانية إلى أي مكان في حلب لأن وجود الجيش العربي السوري ووجود القوات العربية السورية في أي مكان يضمن الوصول الطبيعي للمساعدات الإنسانية إلى مواطنين في أي مكان قال وزير الخارجية الأمريكي جون نوكاري أن بلادات ستعمل على توسيع التعاون الدولي لمحاربة النصر وداعش وفي مؤتمر صحفي مع النظير البريطاني بوريس جونسون في لندن قال أنه بحث مع المبوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا دور الأمم المتحدة في فترة المقبلة من جهة أكد جونسون توسيع الاتصالات لتحقيق حل سياسي في سوريا قبل شباط فبراير المقبل موسى السروج رئيس الدبلوماسية الأمريكية جون كاري يزور لندن وفي إجابته نتائج مباحثاته المثمر الأخيرة في موسكو كاري الذي التقى نذراءه من فرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى جانب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي في لندن لبحث الملف السوري كان لافتا خلال مؤتمره السحفي مع نظيره البريطاني إشارته إلى توسيع دائرة الضربات العسكرية لتشمل جبهة النصرى إلى جانب داعش كاري أكد أيضا أنه التقى المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا وبحث معه دور الأمم المتحدة في الفترة المقبلة لقد تحدثت مجددا مع لفروف اليوم ونحن متفقون على كيفية سير الأمور من أجل تعزيز وقف الأعمال القتالية في سوريا ومن أجل زيادة قدراتنا لمحاربة القاعدة أي النصرى إلى جانب تنظيم القاعدة سوريا اليوم بكاملها تواجه كارثة إنسانية وهذا يعني قفزة محتملة جديدة من اللاجئين الذين سيهربون منها بوريس جونسون الذي كان قد طالب قبل توليه حقيبة الخارجية بالتعاون مع الرئيس السوري لهزيمة داعش شدد على أن سوريا بأكملها تواجه كارثة إنسانية مقترحا حل الأزمة في سوريا من خلال محاورة النظام للمعارضة بشأن عملية الانتقال السياسي من دون أن يغفل دعوة روسيا إلى الضغط على الرئيس السوري لإنهاء القتال في سوريا هناك بعض النقاشات على استهداف مناسب للذين صنفتهم من المؤمن المتحدة بالإرهابيين والذي سيشمل الهجوم على جباة النصر إلى جانب ما يسمى بالدولة الإسلامية وزارة الخارجية البريطانية كانت قد أصدرت بيانا قالت فيه إن الاجتماع بشأن سوريا سيركز على اتفاق وقف الأعمال القتالية الهش والوضع الإنساني الكارثي والشروط الضرورية حتى تستأنف الأطراف المحادثات برعاية الأمم المتحدة الاجتماع الأول لوزراء خارجية الدول الغربية بشأن سوريا في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي يؤكد على مدى حرص واشنطن في إعطاء لندن دورا فاعلا في حل أزمات الشرق الأوسط فضلا عن مضاعفة الجهود الأوروبية الأمريكية لمكافحة الإرهاب خصوصا بعد أن نفذ تنظيم داعش للمرة الثالثة في قدون 18 شهرا هجمات إرهابية في فرنسا بسسر لندن الميادين إلى ذلك بحث وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف مع نظير الأمريكي جون كاري في اتصال الناتفية لخطوات المحددة والمشتركة من الجانبين لحل الأزمة في سوريا وزير الخارجية الأمريكي جون كاري قال أن الولايات المتحدة وروسيا تعتزمان اتخذ خطوات ملموسة فيما يخص الاتجاه الذي تعتزمان المضية فيه بشأن سوريا قبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العباد استقالة خمسة وزراء في حكومته ويشمل القرار وزراء النفط والنقل والأعمار والإسكان والموارد المائية والصناعة وكان العباد قد قبل استقالة وزير الداخلية قبل أيام إلى ذلك تواصل القوات العراقية المشتركة تقدم في الموصل وكانت قيادة عمليات نينوى قد أعلن تحرير قرية العوسج التابعة لنحية القيارة جنوب الموصل بعد تطويقها واقتحامها من ثلاث جهات وبعد معركة دامت أقل من ساعتين رفعت القوات العراقية العالمة فوق مباني القرية الاتفاق العسكري والسياسي بين واشنطن وحكومة كردستان العراق لم تتضح تفاصيله بعد أمام البرلمان العراقي أمر دفع العديد من السياسيين إلى المطالبة بإضاحي دور الحكومة في هذا الاتفاق تقرير محمد الفهد اتفاق أمني بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة أربيل وقعوا للمرة الأولى لم يتم تأكيد القناة التي سلكها الاتفاق هل هي مركزية عن طريق الحكومة العراقية أم من دونها فبالرغم من حديث السفارة الأمريكية عن علم بغداد بالاتفاق وبنوده وطلاعه على تفاصيله ذهبت ترجحات سياسية باتجاه إبرامي هذا التعاون العسكري من دون أن يمر في بغداد وهو ما يتعارض مع فقرات دستورية تحكم أركان السيادة الوطنية للبلاد ومن يريد السير عليها نحن نرحب بأي دعم دولي لمساعدة العراق شريطة أن يمر ضمن القنوات الرسمية العراقية أما إذا كان بعيد عن التنسيق مع الحكومة العراقية فنعتبره تدخل بالشأن الداخلي ونحن لسنا بحاجة له ولن نتعامل معه الأصوات السياسية والشعبية بدأت بالارتفاع لطلب إضاح حكومي حول هذا الاتفاق ونشر تفاصيله أمام أعضاء البرلمان العراقي من أجل البد في شرعيته ومطابقته مع القانون والدستور ولسيما أن العراق مرتبط باتفاقية أمنية مع واشنطن مثبت وفق تصويت ممثلي الشعب كردستان إقليم عراقي وهو داخل ضمن الدائرة الحكومية العراقية وأي تصرف مخل في مثل هكذا الشيء مخل بالاتفاقات الدولية لأننا على سبيل المثال لا تقبل أمريكا أن نزود أي ولاية من ولايات المتحدة الأمريكية بأي سلاح خارج عن إرادة الحكومة المركزية الأمريكية التسريبات التي خرجت من إقليم كردستان العراق فادت بأن لدى واشنطنية لإقامة قواعد عسكرية عديدة في العراق ولا سيما في الإقليم فضلا عن تقديم مساعدات مالية تصل إلى نصف مليار دولار وهي ضمن الاتفاق الأخير لا طريقة معبدة أمام مد خطوط تواصل مع أي جزء من العراق سواء مناطقي أو مكوناتي سوى طريق بغداد وفق المتخصصين طريق تؤمنه مواد دستورية ودبلوماسية وخلافا لذلك سلكت واشنطن طريق التدخل في شؤون العراق الداخلية بحسب المراقبين محمد الفهد بغداد الميادين نبقى في العراق حيث أعلن حزب العمال الكردستاني اسقط طائرة تركية داخل الأراضي العراقية وفي بيان الله قال الحزب نطير اسقطت في منطقة أزاب الحدودية شمالدهوك تبع ذلك قصف بالمدفعية التركية على المنطقة أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية موافقة الخارجية على بيع قنابل بقيمة 785 مليون دولار إلى الإمارات لاستخدامها في الحرب ضد داعش كما أعلنت أن وزارة الخارجية وفقت أيضا على بيع 246 صاروخا ومعدات أخرى إلى اليابان في صفقة قيمتها 821 مليون دولار لحماية مجالها الجوي فوق شرق آسيا وغرب المحيط الهادي تتواصل في تركيا حملة الإقالات والاعتقالات حيث فصلت وزارة التعليم 15 ألف موظف فيما جمد عمل نحو 1500 مسؤول جامعي كذلك أقيل 207 موظفين إضافة إلى 180 فردا من جهاز الاستخبارات إلى ذلك رفضت الهيئات الدينية إجراء مراسمة دينية خلال تشيئ قتل الإنقلابيين رأت أنهم لا يستحقون الصلاة عليهم بوتيرة متساعدة تتطور أحداث مرحلة ما بعد الإنقلاب الفاشل حملة الاعتقالات والإقالات في صفوف المؤسسة العسكرية والمدنية مستمرة وقد ارتفع عدد الموقوفين في صفوف الجيش من ذب الرطب الرفيعة إلى نحو 118 جنرالا وأميرالا الرقم يمثل ثلثة جنرالات الجيش التركي كما أقيل أكثر من 250 موظفا من رئاسة الوزراء وأخيل على التحقيق مجموعة من الخوانة في الجيش قامت بمحاولة فاشلة ولو نجحت لدخل تركيا مرحلة من الدكتاتورية والقتامة ولن نسامح هؤلاء المتورطين في المحاولة وستجري محاسبتهم طبقا لقوانين تركيا ولو لزم الأمر فسنجري تعديلات لازمة على القوانين عبر البرلمان المعارضة السياسية تشاطر الحكومة التركية التنديد بالانقلاب الفاشل لكنها دعت إلى حل جميع القضايا تحت قبة البرلمان ندين محاولات الانقلاب ورفضناها من البداية وقت الانقلابات وله ويجب عدم تكرار مثل هذه المحاولات ندرك أن هناك تهديدات ويجب أن نظل متماسكين في هذا الوقت أيام صعبة تعيشها تركيا هذه الأيام تؤشر إلى أن مخاض هذه المرحلة سيترك تداعياته على الداخل التركي وأن شضاياه قد تتعدى الداخل إلى العلاقة مع الخارج بكل تأكيد عمليات الاعتقال والإجراءات التي تتخذها الحكومة في تطهير مؤسسة الدولة لن تكون كافية بحق منظمة فتح الأقولان رغم أنها ستقود حركتها لا تفوت المسؤولين الأطراك مناسبة حالية إلا يوجهون من خلالها هجوما عنيفا إلى الزعيم التركي المعارض فتح الأقولان المتهم بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية انقلاب يرى المراقبون أنه أتاح لحزب العدالة والتنمية فرصة تاريخية لتصفية خصومه خمس ساعات من المحاولة الانقلابية الفاشلة كانت كافية لدخول تركيا مرحلة جدلية جديدة وقد تكون أطول بكثير فالثابت أن التركيا مع بعض المحاولة لن تكون كما كانت قبلها محمود واسق ستنبول الميادين إلى ذلك قال النائب ورئيس الوزراء التركي نعمان قرط الموش أن حكومة حزب العدالة والتنمية ليس في أجونداتها الحالية موضوع عادة عقوبة الإعدام لكن إذا تطلب الأمر يمكن مناقشة ذلك مع الأحزاب الأخرى في البرلمان وقال في متمرن أن حقوبة الإعدام غير مدرجة على قانون النظام التركي في الوقت الراهن موضحا أنه إذا تجلى طلب الشعب في إعادة حكم الإعدام فأن الحكومة ستدرس ذلك أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي بارك أوباما بحث في اتصال ناتفي مناظرها التركي رجب طيب أردوغان وضع رجل الدين التركي فتح الله غولين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهم السلطات التركية بتدبير الانقلاب الفاشل المتحدث باسم البيت الأبيض جوج أرنست قال أن على تركيا أن تقدم دليلا بشأن دلوع غولين في محاولة الانقلاب بالنسبة لوضع السيد غولين هناك عملية يتم العمل بها من خلال معاهدة لتسليم المجرمين وهناك أيضا الإجراءات القانونية التي يخضع لها الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة سوف نتأكد من أن هذه العملية تسير بشكل صحيح قرار تسليم غولين ليس في يد رئيس الولايات المتحدة بل هو قرار قانوني يصدر وفقا لعملية قانونية على الرغم من هجوم إلكتروني واسع نطاق على موقعها نشارت بكيليكس أولى دفعة مما يقرب من 300 ألف رسالة بريد إلكتروني وألاف الملفات المرفقة لحزب العدالة والتنمية التركي ردنا على الإجراءات الانتقامية التي تتشهد على تركيا بعد فشل الانقلاب الموقع وجه رسالة للشعب التركي قال فيها استعدوا للقتال سننشر أكثر من 100 ألف تغريدة عن بنية السلطة السياسية في تركيا أهلا بكم من جديد وفق البرلمان الفرنسي على تمديد حالة طوار المعمول بها في البلاد ستتأشهر بعد خمسة أيام من اعتداء نيسا وتبنى النواب مشوع قانون التمديد برفع الأيدي ويجب أن يحال المشوع على مجلس الشيوخ الذي سيناقشه اليوم الأربعاء رئيس الوزراء الفرنسي منويل فاز أكد في كلمة أمام النواب أن على بلاده أن تتوقع اعتداءات أخرى وفق الكنيسة الإسرائيلية على قانون الإقصاء بأغلبية 62 صوتا مقابل معرضة 47 ويتيح القانون إقصائي عضو في الكنيسة على اعتبار ممارساته التحريض على العنصرية ودعمه لعمليات مسلحة ضد إسرائيل إلى ذلك سشد الفطر الفلسطيني محي الطبخ برصص الاحتلال في خلال تصديه للاعتداءات الإسرائيلية في بلدة أرام شمال القدس المحتلة وقرب الخليل السشد الفلسطيني مصفى برادعية متأثرا بجروح نصيب بها أول من أمس خلال التصدي للاعتداءات الإسرائيلية في غزة نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى وقفة احتجاجية أمام مقر المندوب السامي في مدينة غزة تضامنا مع الأسير بلال كايد بدورها طالبت عضو المكتب السياسي للجباة الشعبية مريم أبو دقة الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين فيما طالب أحمد لمدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي مفوضية المندوب السامي بالتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال ضد الأسرة وصف رئيس مجلس الشوري الإيراني علي لاريجاني تقرير الأمينة العام للأمم المتحدة بشأن الاتفاق النووي بالسقوط الحر لهذه المؤسسة وفي كلمة في افتتاح الجلسة العلانية للمجلس اليوم رأى لاريجاني أن نروح الاتفاق النووي يجب أن لا تكون ذريعة لنسب أي كلام للاتفاق وحذر واشنطن من أن التحركات المضرة في مواجهة الاتفاق النووي وصلت إلى مرحلة لم يبقى فيها أمام إيران سوى مواجهتها إلى لبنان حيث اعتصام عدد من الصحفيين المتضمنين مع الصحفي حسن علايق رفضا لقرار الضرني بحقه في جرم التحريد على القتل على خلفية منشور له على الفيسبوك دعا فيه إلى الاقتصاص من العملاء المشاركون في الاعتصام أمام مكاتب جريدة الأخبار اللبنانية في بيروت أكدوا رفضهم لما وصفوا بتغطية الفاسدين والعملاء تحت شعارات سياسية من هنا كان لقاءنا اليوم للتضامن ورفع الصوت مع الزميل حسن علايق وجريدة الأخبار وكل من يتعرض للظلم والعدوان دون وجه حق أكان باسم التحريد أو كشف معلومات لمحاكم التفتيش الدولية وسنعمل على التشهير إعلاميا بهذه الأدوات واللجوء إلى المحاكم وعبر القوانين اللبنانية المرعية الإجراء من أجل حماية وطننا وشعبنا ضد العدو المحتل الإرهابي مشكلة هي منا مشكلة قرار قضائي هي مشكلة نظام سياسي بلبنان هذا النظام السياسي بلبنان بيعرف شو الأخطار اللي بتواجه الأمن الوطني اللبناني ولكن رغم هالشي بيقرر أنه يعرض لبنان يكشف لبنان أمنيا مثل ما هذا النظام اللبناني هو ذاته ساهم كان شريك للحرب للعدو الإسرائيلي بيحربوا على لبنان سنة 2006 وقبله 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 قال رئيس وفد أنصر لا محمد عبد السلام أن السعودية لا تريد أن يكون هناك حل سياسي واضح المعالم بدون أن يكون لها دور فيه وأكد في مقابلة مع الميادين رفض ما وصفه بالتدخل السعودي في الشأن اليمني نحن نعتقد أن السعودية لديها كثير من الاعتبارات السعودية لا تريد أن يكون هناك حلا سياسيا واضح المعالم دون أن يكون لها دور فيه نحن بالتأكيد نؤكد أن القضية اليمنية هي شأن يمني بلا نقاش لن نقبل أن تدخل السعودية في أي شيء من التدخلات لا فيما يخص الحكومة ولا فيما يخص الرئاسة ولا فيما يخص القضية السياسية لكن في المقابل نحن مستعدون أن يكون هناك قاسم مشترك مع الجانب السعودي فيما يخص الأمن سلامة الحدود من الطرفين أن تكون هناك علاقات طيبة لحكومة نحن نكون نشارك فيها ليكون للسعودية احترام متبادل مع اليمن رئيس وفد أنصر الله إلى محدثات الكويت رأى كذلك أن مشكلة السلطة القائمة حاليا أن القرار ليس بيدها بل بيد السعودية مشددا على أن الحل العسكري والأمني في اليمن لا يمكن أن يجي من دون الحل السياسي نحن نعتقد أن مشكلة السلطة التي هي موجودة والشرعية أن قرارها هو بيد السعودية القرار ليس بيدها ثم هي تجد في الاتجاهين أن أي حل يأتي من هنا أو هنا هو معنى انتقاص من إمكاناتها من وجودها كشرعية لكن إذا كان الأخوة اليمنيين يريدون حل بدون أي وسيط نحن لن نمانع بالعكس هذا شيء جيد نحن كنا نطالب بالحل في صنعاء وما زلنا نطالب أرادوا حل عبر الأمم المتحدة لن نمانع الأمم المتحدة هيئة دولية تحبى باحترام الجميع لا يجد علينا معنى المانع في الحل ليس في من يكون أو كيف يقول ولان إلى أبرز معنى ونطبع صحف العربية صادر عذا الصباح مع زميلة بيسان تراف صباح الخير بيسان صباح الخير رانا صباح الخير من جديد مشاهدين نرضى جولتنا بأبرز معنى ونطبع صحيفة السفير اللبنانية ونقرأ في أولى عنوينها مقصلة أردغان تطيح 50 ألفا من خصومه مخاوف من انقلاب ثاني الرئيس التركي تجنب أنقرة وحركة الجيش مقيدة الانترنت وشركة هدر نصف مليار دولار الخزينة تنجو من كمين مالي في الكوستابرافا أيضا عنونات هذه الصحيفة نتنياهو وحرب تموز صمدنا 34 يوما الهدوء مقابل الهدوء ولسنا بيت عنكبوت ننتقل من صحيفة السفير اللبنانية الأبرز مع عنوانته صحيفة الوطن السورية سياسيا عنوانة هذه الصحيفة دماشق الحل سوري ونطالب ديمستورا بالاهتمام اللازم موسكو وواشنطن تواصل للتهيئة والجرب يتحدث عن خطة تهديئة طويلة ميدانيا نقرأ في عنوينها الجيش تقدم في محيط مخيم حندرات بحلب صد هجوما لداعش شرقية سلامية وواشنطن تحاول تبرئة التحالف الدولي من مجازر منبج نبقى مع عنوين صحيفة الوطن السورية مصر أوصلتها إلى خمس محافظات مساعدات إلى سرغايا ودير السور ننتقل من صحيفة الوطن السورية إلى العراق واخترنا منها صحيفة الصباح وجاء في أول عنوينها جسر جوي من المقاتلين بين الناصرية والقيارة تدمير بنا تحتية لداعش في الخالدية تمهيدا لتحريرها سقوط مقر داعش في منبج بيد سوريا الديمقراطية إلى أبرز ما عنوينته صحيفة الدستور الأردنية جاء في عنوانها الأول سفراء أوروبيون إسرائيل كقوة محتلة تمارس التهجير القصرية للفلسطينيين وأيضا اخترنا من عنوينها تركيا تحرم الصلاة على الانقلابيين تعليق عمل 15 ألف موظف في التربية ودعوات لإقالة 1577 رئيسة وعميدة جامعة إلى أبرز ما عنوانته صحيفة الوسط البحرينية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي انتقدان مسار الأحداث في البحرين ويدعوان للحوار الوطني وأيضا في عنوينها البارزة العبادي يقبل استقالة خمسة وزراء من الحكومة العراقية نبقى مع الوسط البحرينية اتساع حملة التطهير في تركيا لتشمل قطاعي التعليم والإعلام إلى صحيفة القبس الكويتية نقرأ في أبرز عنوينها الاشتثاث الأردغاني يتمدد إلى الدولة العميقة وأيضا عنوانة هذه الصحيفة 160 قتيلا في منبج لغيرات التحالف ونختم مع أبرز مع نونة صحيفة الشروق التونسية في العنوان الأول أردغان ينتقم تعذيب المئات وتقييدهم عرات الصيد يغادر القصبة من بردو وأسماء جديدة مرشحة لخلافته هذا أبرز ما جاء من عنوين في بعض الصحف العربية الصادر هذا الصباح شكرا للمتابعة ونعود إليك رانا شكرا لك بيسان وإلى العنوين مشتتا ترامب مرشحا رسميا للحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية سوريا تطالب مجلس الأمن بإدانة المجزر التي ارتكبتها الطائرات الفرنسية بحق المدنيين في قرية طوخان الكبرى شمال حلب واشنطن تدعو إلى تعامل مع قضية جولين وفقا للقانون والأخير يحث على رفض تسليمه عقب هجوم نيسا البرنامان الفرنسي مدد حالة تطور في البلاد ستة أشهر للمزيد من الأخبار وتقرير زور موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت ولمتابعين باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر